السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير على خير وباحسن الاحوال مرحبا بكم فيديو جديدة في قناة كويزين كوكينا فيديو جديدة ووصفة جديدة كيف ما كتلاحظوا معي في الويديو فالوصفة اللي نقدم لكم اليوم واحد الوصفة اللي هي عبارة عن مازيج ما بين البسطيلة ديالنا البلدية والكنافة يعني يعني نديروا الكنافة بحوش وزير البسطيلة كجي رائعة لديدة بزاف سهلة في التحضير وشي حاجة مغير على دكشيني مغادفين كنتمنى تنال هاد الوصفة الايجاب ديالكم وما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة ديالي الى عجبتكم الوصفة وتخليوا لي تعريقة لشي الله وده بنخليكم مع المقادر وتعريقة التحضير بالنسبة للمقادر فانا هنستعمل الكوكلي يعني هندير هاد الكنفة هدي مع مرة بالكوكلي عوض التجار اه يبقى لكم الاختيار اخلاص بالنسبة للحشوة كديروا اللي ببغيتو احنا هندي الكوكلي باش ندير واح الحشوة شوية مغيرة هنحتاجوا البسطلة اه اه ربيع قصبور مع النوز مقططين عندي هنا بنسبة التوابل سكنجبير توما وودرا الملحة اه سعفران شعراء البزار القرفة واخرقهم اه بالنسبة للكيمية هتبقى على حساب كيمية دي الكوكلي او اللي مثلا انتم اللي استعملتوا تجار يعني على حساب الكيمية للحشوة اللي هتستعملوا انا ديجا هالكوكلي شرملتوا ليلا من قبل هنا خليت لكم هنا واحد هنشرملها قدامكم يعني بنفس التوابل اللي وريتكم اللي هنضيفوهم اه في الطنجرة بنفس التوابل اللي هنشرمل بيها الكوكلي هنضيفوهم غير شوية دي العسر الحامض على هات شكل هادا ونخلط كل شي ونشرمل مزيان الكوكلي ديالي كيف ما قلت لكم الى عندكم الوقت راح مالافضل انكم تشرملوا الكوكلي ديالكم اليلة من قبل انا شرملتوا درتوه في المجمد لكي باش هيبال لكم راح جامد حيتخرجتوا مباشرة من المجمد وبيديت اه طياب ديالو اه الى ما عندكمش الوقت شرملوه غير واحد على الاقل واحد ساعة دي المجمد عدوزو باش تطيبو اه الحشوة ديالكم هواح الحشوة اللي كجلديدة بزاف وكيف ما قلت لكم كي بقى لكم اختيار في النوع الحشوة اللي بغيتوا تستعملوا في هاد الكنفة هادي الملحة يعني ممكن تديروا الجاج اي واض مثال الكوكلي ممكن تديروا الحشوة ديال الحوت او لتديروا الكفتة بالخضراء اه مهم كي بقى لكم الاختيار كتفننو كتبدعو كيف مما بغيتو كيف مما حبيتو صافي هنا كيف مما كتلاحظو معايا كنحاولو نشرملو مزيان هادا كالكوكلي ديالنا اللي بطبيعة الحال كيكون مغسول ومستقطر ومحيدة لي هانا الجلدة صافي وهاندوزو باش نطيبو هاد الحشوة هادي يعني الاشكل الطريقة ديال الحشوة ديال بزطيلة ولكن بالطريقة ديالي انا يعني بالطريقة ديالي الخاصة كل واحد وكيفاش كي طيب الحشوة ديال البزطيلة انا هنوريكم اي الطريقة ديالي اللي كان دير عندي هنا البزطلة واحد كمية تكون كبيرة شي شوية ديال البزطلة باش تكون عندكم دغميرة كنفرجها كا واحد شوية اللي قطعتها هكا طويلة سوف هنا هنستف هاد الكوكلي طبيعة الحال ما غديش نشحر اه ما غديش نشحرهم يعني مباشرة هندي المكوينات كاملين وهنردهم فوق البوطة حتى كي طيبو كيف ما قلت ليكم ان ارى الكوكلي عندي جامد لاناني شرملتو ودرتو في المجمد ووجبتو مباشرة وبديتليه الطياب دياليالو انا هنحاول غنس تفوم زيان فات نجرة هادي باش كله ياخدوا الطياب مرة واحدة فهنا هندير ديال الكيمية الخورة ديال البصلة اللي خليت على جنب وديك الربيطة ديال قصبورو معدنوس باش يعطيونا غنس ما ديالهم ممكن شو ما لك تبغيو اه تقطعو هكا القصبورو معدنوس ديالكم تقربوه رقيق واضيفو في هاد الحشوة هاتي انا كنفضليت لقيه من اس ما ديالو من بعد كنحيدو انا كنحاول نستف هاد البصلة وخاتباليكم كتيرا راه من بعد كتهبط يعني كتلق الما ديالها وكتهبط خصوصا هادي البصلة البيضاء يعني كتولي يلا هاتحصلو على الدغميرا بلي بغيتو ما هاتكونش قليلة انا نحاول غنس تفوم زيان هاد البصلة هادي في الجنيبات كاملين عاد هنضيف دوك التوابي اللي قلت لكم في اللول اللي هما الملحة الخرقوم اه توما بودرا سكنجبير زعفران شعراء البزار هنضيفهم نخلطهم ونضيفهم من الفق باش اه باش كتجي هاد دغميرا من السما باش كتجي هاد دغميرا اللي يلديده بزاف وبنينا وكيف ما قلت لكم بالنسبة التوابي لرا كيبقى على الحساب الضوغ ديالكم يعني كتستعملوا التوابي اللي بغيتو كتلغيوا التوابي اللي ما كتبغيوش كيبقى اختياري انا كنوريكم غير اه غير بحالة كاقتراح وانتو ما كتديروا اللي بغيتو صفي هنا هنضيف اه كاس ديال زيت البلدية او لا زيت العود ممكن تديروا كاس مخلط ما بين الزيت الرومية والزيت البلدية ممكن تستعملوا اه مثلا غير الزيت الرومية بغي محضимся السمن او زبدة كيبقى لكم الاختيار انا هنا فضلت منذيرize زيت البلدية اللي عادي هنصب غير ب Quebec وبسهة البلدية ومعي قادية السمن اه باش يقتنى غير الن اسما كيف ما قلتلكم فانا هاد فاد الحشو هذي اه بغيت ندير واحد الح شو اللي مغير على الحشو اللي موالفين ديله التجاج ديال راح اكبرت اضفت معلقة الثمن اضفت معلقة الثمن اضفت المهل اضفت المكروف اضفت خلية البصلة المجموعة اضفتك كيف لا تلاحظوا معي كمية كبيرة دي البصلة ولكن كمية دي الضغميرة اللي اعتطني كتكون قليلة سوف هنا كنضيف شوية دي اللازل باش نحلي به هذيك الضغميرة ممكن إلا بغيتوا تضيفوا البيض أنا ما اضفتش فيها البيض في هاد الضغميرة إلا بغيتوا تضيفوا البيض كيف ما قلت لكم فانتو ما كنت نشوفوا مزيان هذيك الضغميرة من الماء حاولوا ما تخليوش فيها الماء يعني حتى كتوقفوها في دامها عاد كتهرسوا اليها البيض على حساب انتو ما ضوكو ديالكم مش لات هاد البيضات او الاربعة وكتخليوه معا تحرك المستمر حتى كي طيب تماما وكي طيب مزيان انا هنا ضفت غير العسل وفقط من بعد ضفت هذيك الضغميرة على داك الكوكلي من بعد محيت ليه العظام خلط ديك الضغميرة مع الكوكلي وهنا اللوز تحنطوا ضفت ليه القرفة هنا ركيب اللي يكون اللون دياله غامق على غير القرفة هذي كترتها ضفت القرفة وضفت ليه مزهر ممكن انكم تضيفوا حتى السكار غلاسي مع اللوز فتكونوا كتحنوه انا ما تفتوش يعني تفتو تقريبا واحد جوج مع القرفة مع مزهر والقرفة علاج لانني من بعد فاشهن نطيب الكنافة رح تلاحظوا معايا فانا هنسقيها بلاسل يعني حاولت انني متكونش مجينيش هذي الكنافة حلوه بزاف يكون واحد المزيجي الحلاوه والملوحه يكون متوازن داكشي باش ما ضفتش سكار غلاسي بزاف في اللوز انتو ميلا كتبغيو الحلاوه بزاف فانتو مضيفوا الكيميه اللي بغيتو معا اللوز فاش تكونوا كتحنوه ومن بعد كتتسقيوها من الفوق تاني من الاسل انا غير ما كان بغيش الحلاوه بزاف يعني بغير الحلاوه تكون غير عادية ونورمال هنان بعد ما وجدنا الحوشوه هندوزو باش نوجدو الكنافة كيف ما كتلاحظو هنهزها هنحاول نفكها او نحلها مزيان هنا بلي هاد البول الصغير هنحاول نهز واحد القصرية اللي كبيرة باش تساعدني في الحلان ديال هاد الكنافة بالنسبة الكنافة را كانت متواجدة في جميع الاسواق اه وممكن انكم حضرت حضروها في البيت ديالكم الى كان عندكم الوقت علش الله انا هادي غير مشرية يعني مشي حضرتها في البيت كان حاول انني نحلها مزيان اه كي بقى لكم الاختيار يا اما الى بغيتو ان اه هاد الخيوطة ديالكنافة تقطعوهم ارقاق او لا تطحنوهم مثلا في ميني اشوار او لا في الترموميكس الى كان عندكم فانتوما كتطحنو هاد الكنافة ديالكم يعني كتولي بحل شكل بودرة يعني كي بقى لكم الاختيار كيفما ممكن انكم تخليوها على هاد شكل هاد الخيوطة يعني غير كتحلوها وكتخليوها كطويلة انا هنا هنحاول انني نحلها ونقطعها غير واحد شوية يعني ما بغيتش نقطعها بريمون طريفة صغار او اللي نطحنها فانا هنخليها هكا شوية ديال هنخليها هكا الخيوطة بيني وانتوما كيفما قلت لكم كي بقى لكم الاختيارة راه النتيجة كتبقى وحيدة غير طريقة كتختلف من كل واحد كيفا شنو كي بغي وشنو كيفضل موسيقى 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 هنا بعد محلينا مزيان الكنفة دينا هنتون ما كتلاحظوا على هاد الشكل هادا فهندوزو باش نسقيوها مزيان بالزبدة كنقولها ونعود نأكد عليها الى بغيتو الكنفة ديلكم جيكم ناجحة وجيكم مقرمشارة ضروري تديروا ليها الزبدة مزيان يعني كتلبسوها مزيان بالزبدة كيفما كنديرو مع سميدة رقيقة فاش كنبقوا نصابوا الحرشة اخصائي تكونوا مزيان بالزبدة كنكونوا دوبنا الزبدة وكنديروا ليها الكمية الكافية اللي كتخلينا نحسوا باللي جميع الخيوطة دي لها الكنافة تلبسوا بالزبدة هادي الحاجة اللي كتخلي الكنفة ديلكم كتنجح لكم من بعد ما كتطيبوها وكتجي في هاديك التقرمشة من بعد من اللي كتطيب سوف هنا هنحاول ندر له الكمية دي لها الكافية دي للزبدة بالنسبة للكمية للزبدة كتبقى على كلمه دي الكنافة دي استعملتها يعني ما نقدرش نعطيكم واحد لم يقدر الجدو در Below لحسب الكيمية الدكنافة دي استعملتوم كتضيفوا الزبدة وكتحاولوا انكم كتحركوها ك مزيان وكتلبسوها مزيان بالزبدة حتى كتوليوا الملمس ديال كنافة كتحسو أنها كلها ملبسة بالزبدة ما بقت شي بلصاني ناحفة هنا كيفما كتلاحظون بعدما حليتها فهذه الكيمية الي كتبان في اللوو القليلة من الي حليتها مزيان اعطتني واحد كيمية الي كتيرة رقسمتها على جوج دياللي بول هال هاد الكيمية الي كين عندي في القصعة او اللف القصرية وهاد الكيمية الخرى الي عندي في هاد البول هادة تهيها اللي بسها مزيان بالزبطة عادي ندوز باش نموطي الكنافة ديالي او لنعمر هالكنافات ديالي بتيك الحشوة الي وجدنا من قبل بالنسبة للفران ففي هاد المرحلة هادي اللي كتكون وصفي كتوجدو باش تمونطة والكنافة ديالكم او لا تعمروها كتشعلو عليها كتجهدو علي حيات كان بغيو الفران يكون سخون الكنافة كتبغي الفران يكون سخون باش من اللي كتبغيو تديروها الطيب يعدي كتدخلوها في اللول كتشعلو عليها غير من التحت على عافية متوسطة طب طبيعة الفران كتكون سخنتو من قبل كتدخلوها تقريبا واحد عشر دقائق كتشب جنيبة ديالها تحمرو لانها رضاية كتتحمر عاد كتنقصو على العافية عافية مهيلة وكتخلوها طيب على خطرها من اللي كتبليكم صفي رابزت كتتحمرو تحمرو تحمرات بالتحت عاد كتشعلو عليها تكمل غير الحميرة ديالها ويكون عندها واحد اللون لي ذهبي من الفق صفي وكتخرجوه وكتكون واجدة عندكم هنانا هنستعمل هاد الايطار هادا اللي كيتتحلم من جناب آآ يعني كتريقليو على حساب انتو من حجم ديال الكنافة اللي بتو تصديرو او لا اي حاجة بتو تستعملو ممكن تستعملو اي لاتاخرة عندكم توفرة في البيت ديالكم آآ كيبقاليكم الاختيار انا هنا كنهز كمية من الكنافة النصيحة لها نقول لكم هي ان حاولوا الطبقة ديال الكنافة ملتحت والطبقة اللي كتغطي الحشوة من الفق حاولوا انها تكون رقيقة يعني ما تغلطوهاش ما تكترووش الكمية ديال الكنافة بزاف كتر من القياس المهم انه اه اه الكنفة ديالكم كتحاولوا تزعوها بالتساوي في في الايطار او لا في القلب اللي غادي تستعملو وكتحاولوا تعمروا غير الفراغات نديروها تكون طبقة لرقيقة باش تباليكم الحشوة ديالكم وما ديش هي طاغية وما تبانش الحشوة هاتي الناصيحة اللي نقدرنا نقول لكم صافي هنا كنحاول غير نسلط الفراغات على هات الشكل هذا من بعد هنطلع الكنافة من جناب ديال الايطار باش من بعد فاشه هنحطها فiasmتبصل ديال التقديم كاديني مقطية يعني من الجنيبات ومن اللي تحتو من اللي فوق حتى كان قطعوها عادي كتباليين الحشوة انتوما يلا بغيتوو الحشوة تباليكم يعني يلي تحطوها فالتبصل يبانودوكم طبقه ديال الكنافة الحشوة القنافة فانتوما فقط كتديرو الكنافة في القعر ديال القلب اول هكا كتديروها في التحس ديال القلب ديالكم او كتدرو عليه مباشرة للحشوة. انا كيفما قلت لكم بغيتها جهيني من على بره كلها كسبها نغلل الكنافة ما تبانش الحشوة حتى نقطعها على تبلية الحشوة يعني كيبقى لكم الاختيار هاو ما شوش طرق باش تعمروها الكنافة دي لكم كيبقى لكم تم الاختيار تختاروا الطريقة اللي منسبكم واللي بغيتو. انا هنا كيفما كاتلاحظو رابديت كان طلع الكنافة في الجناب على هات الشكل هذا. وكيفما قلت لكم ارا كان دير كمية اللي اللي قليلة باش ديني طبقة غير رقيقة ما دينيش غليظة بالسف. صوف يمكن نحاول را من بعد قافة شها نستف مزيان هاد الكنافة هنضغط عليها مزيان بيدي كيشون ما كتعرفوا الكنافة سواء هاد المالحة او للحلوة او للي بس خاطركم فضروري انكم كتضغطوا عليها سواء بيديكم او لمتلا بشي اه الكاس مثلا كتضغطوه مزيان باش اه بحلقة تزيروا على ديك الكنافة بعد من اللي كتطيب ليكم وكتديموا ليوها او لو كتحطوها في تبسال ديال التقديم كتجي اه كتجي مجموعة يعني كتجي شد دارسها ماشي كتفرتت ليكم يعني انتم معي كتحطوها كتعمروا الفراغات ومن بعد كتضغطوه مزيان على ديك الكنافة ديالكم باش اه كتجيبوا تماسكة مع بعض يازها هنا هندوز باش نعمر اولا ندير الحشوة اللي حت الدرس معاكم هندير اول حاجة طبقة ديال ذاك اللوز مع القرفة ومزهر عد هندير طبقة ديال الجاج وهندير طبقة ديال اللوز من الفق ويمكي بقى لكم الاختيار يعني ديروا غير طبقة طبقة جو طبقات او لا تقسموا الجاج ديالكم اللوز ديالكم على عدة طبقات يبقى لكم تم الاختيار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنضيف لها شفي ديال زبدة من الفق على هات الشكل هادا وصافي هنبدأ نستفهم الفق ديال الحشوة كيف ما قلت لكم تكون طبقة رقيقة وكن عمروا الفارغات نحاولو ما نخليو الشي فارغ وكن ضغطوا عليها مزيان بيدينا را كيف ملاحطوا معايا فاش كنت كان ديال الحشوة فيما كان دير شي طبقة ديال الحشوة فأنا كنضغط عليها مزيان بيديا باش دينا واحد الكنافة اللي متماسكة وناجحة سوف هنا نحاول نقدم زيان هاد الكنافة من الفق ونطبيها الحشوة ديالي كاملة بعد كندخلها الفران كيف ما قلت لكم هنعاود نذكر لكم باللي الفران خاص يكون سخون من قبل ضروري كتدخلوا الكنافة ديالكم في اللول عافية متوسيطة يعني حاولوا قامت جهدوا هاشو بزاف ديالو غير عافية متوسيطة حتى كتبليكم تحمرت من جناب مرة مرة طلو عليها رضغية كيدخلها الطياب خصوصا ان ندرنا طبقة اللي رقيقها بزاف كيف ما قلت لكم انفو كتبلي لكم الجنبات ديالها بدو كيتتحمروا فانتو ما كتنقصوا عليها عافية مهيلة باش تطيب على خاطرها حتى كتبليكم مرة هبدت كتاخد الطياب حتى من الفق يعني بدلون ديالها من الفق كيتبتلك يولي شوية ذهابي سافت ما كتعرفوها ره طابت كتتشعلوا عليها من الفق العافية اولا كتهبطوها الى كان عندكم الفران ديال الجاز حتى كتتتحمر لكم وتاخد لكم اللون اللي بغيتو وكتخرجوها غير كيف ما قلت لكم حاولوا انكم ما تغفلوش عليها ره ضغية كتتتحمر مرة مرة بدو تطلو عليها يعني تقريبا كلها واحد مش هنقول لكم خمسة دقيقة اول عشرة دقيقة بدو تطلو عليها باش باش ما تتحمر شليكم زيادة على اللوزوم يعني ما تحرقش ليكم حيط لانا ضغية كيتغطف اللون ديالها وحيط كيف ما قلت لكم درنا طبقة رقيقة وفي هز بدا يعني ما تغفلوش عليها هنا مني كنكملو هاد العملية هادي كنحاولو نضغطو عليها مزيان وكان في نيوها من ججنب يعني كنضغطو عليها ججنيبات مزيان ما كنخليو مش هكا طالعين على الايطار ديالنا كنحاولو نضغطو مزيان بحال شكل كيف ما كنلمطو نعمال البسطيلة ديالنا العادي يعني كنقدوها من ججنب فهاتي غير كنضغطو عليها من ججنب وهي كتلمط راسها كيف كنقولو سوكي عاي كنضغطو عليها مزيان احنا المهم عدنا انا عدي متماسكة باللي نديروها في التبصيلية لتقديم تبقى في متماسكة يعني ما تشتت لكم ما ولو من بعد ما كتلجد عندنا الكنافة وكتتتحمر وكتب لينا كتجي على هاتي شكل هذا كنحطوها في التبصيل ديالتقديم وهنا كيف ما قلت لكم هندوز باش نسقيها بالعسل مزيان لان انا داجا انا ما مادرتش الحلاوة بزاف في اللوز يعني انا حاول نسقيها مزيان باش تلك العسل كيدخل فيها خصوصا خصوصا خستكون هي سخونة ما زال كدتسقيوها بالعسل دك العسل كيهبط وكيدخل في الحوشو وكيجي فيها واحد مدق اللي زوين بزاف والديد وديك ستاعة كيبقى لكم تزين على حسب الاختيار ديالكم ممكن انكم الى دلتوا مثلا سكار غلاسي مع اللوز وحليتوا اللوز ديالكم وجه حلو فاش تبقوا تقدموها مثلا ما تديروش لها العسل اللي كتترشو عليها شفية السكار غلاسي من الفق وزينوها بالقرفة يعني الطريقة الكلاسيكية ديال باش نزينوه بسطيلة كيف ما كيبقى لكم الاختيار تزينوها كيف ما بغيتو كيديوح لكنافة اللي رائعة في المداق ومقرمشة وشي حاجة مغيرة على ذاك شي اللي موال فين كنديرو سافي هنا هانا كيف ما قلت لكم هانا حاول نسقيها بزيان بلاسل على هاد الشكل هادا وهي ما زال سخونة وهندوس باش نزينها انا هنا بنسبة الزين فانا اختارت نزينها باللوز ايفيلي والبد ديال سمان ثم كيبقى لكم اختيار على حسب الضوء ديال كل واحد فيكم وبطبيعة الحال هنضيف حتى القرفة باش يبين ذاك المداق ديال القرفة يعني ديال البطايلة ديالنا البلدية اه كانت تمنى تعجبكم هاد الوصفة ونخليكم دا با مع طريقة تزين اللي اختارت موسيقى الشكل النهائي ديال الكنافة بالدجاج كيجي الها تشكل هادا كيجي رائعا اللي دا بزاف وكيفما لحطوا معي راح سهلة يعني ماشي شي حاجة اللي اولا شي بصفة اللي صعيبة وفيها بزاف تيال المراحل كانت منى تجربوها كانت منى تردو عليها التعاليق كيف جاتكم وبصحة والراحة وما تنسوش تخليو ليه لايك على الفيديو اللي عجبكم وتبار تجيب مع صحابكم علش الله وبصحة والراحة وحتى الفيديو القادم ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر